عند الخرطوم زي دا تعلي هقولك على فكرة حلوة جدا وكمان هتخلي حماتك تدعي لك او امك. لو انت قلت لها على الفكرة دي بجد هتدعي لك. هجيبي كده الخرطوم وهتقص منه حتة صغيرة جدا زي ما انت شايفة كده. تمام كده كده يا ست الكل. هجيبي بقى كده المعص بتاعك وهتقص منه الخرطوم بالشكل ده. ده بقى هينفع جدا جدا في السوق لو انت بتروحي كده في السوق وبتشيل كياس كتير بتحطيهم كده بدل ما بتبقى مثلا الكياس تعلم على ايديكي او على ايد ممتك او حماتك. الطريقة دي حلوة جدا وكمان هتريحك كتير جربيها وان شاء الله هتعجبك. حط السيليكون على الالم الرصاص وبجد فكرة تحفة. تعالي كده يا ست الكل هاتي السيليكون اللي عندك وحطيه كده على النار او على الولاعة عادي خالص لحد ما تسايحي منه حتة كده وهتحطيها على الالم الرصاص بالشكل ده. وده هيبقى بديل للاستيكة. لو الاستيكة بتاعت الالم بوزت اعتم ديها. حولت البرتقال لبضرة وصفة بجد عمرها ما خ عمرك ما هترمي تاني اشور البرتقون. هتجيب البرتقون كده وتجيب المقشرة بتاعت البطاطس وتقشيها بالشكل ده. قدامك حليني. اي ما تحطيها في الفرن تنشف. اي ما تسيبيها في الشمس كده يومين ولا حاجة. وبعدين هتجيب المطحنة تطحنيها بالشكل ده. هتبقى معاك بودرة حلوة جدا جدا. هتستخدميها كبديل للفانيليا للحلويات بجد بتبقى تحفة. هاتي ازازة وتعالي. هنحمل فكرة حلوة جدا. اهم حاجة تكون ال ازازة دي ازازة كبيرة. اللي هي الاتنين لتر اللي هي البيبسي بقى اي حاجة عندك انت بيجيبيها. آآ وتفتحيها بالسكينة بالشكل ده. وتشيل اللازق اللي فيها. بكده انت عملتي حاجة حلوة جدا. ومنظم للبنس. وللمفكات وللحاجات ديت. بدل ما الدرج بتاعك يكسر. من تقل الحاجة دي فيه. لا هتحطي منظم كده في جنب حلوة جدا. جايب لكم النهارده طريقة حلوة جدا جدا. عنشان خطر كمان احنا في الدراسة. الطريقة دي حلوة ج على اي ورقة انت عايزها. وما تقصديش. تعالي هقولك ازاي تفك اللازق دي من الورقة بكل سهولة. طبعا لما جينا فكناها في الاول الورقة تقطعت معنا. مش عليك غير ان انت تمسك اللازق بالطريقة دي وتشديها للجناب. هتتفك معاك بكل سهولة. حطي القستك في ايدك طول الشتا فكرة شتوية هتنفعك جدا جدا. خليكي كده معي في الفيديو للاخر. وانت ان شاء الله تستفادي. هجيبي القستك كده تحطيه في ايدك. يعني تحطيه على الكم بتاعك. اوقات كت كتيرة جدا في الشتا بيبقى الكم طويل زي ما انتو شايفين كده بنك نغسل موعين او بنستعمل الميا في اي حاجة هدومنا كلها بتتبلل الطريقة دي حلوة جدا وبتشدي. الكم بتاعك براحتك خالص عمره ما هينزل منك طول ما انت حتى القستك بتمنى الفكرة تعجبك. حطي الملح في السبونشة او في السفنجة وانت هتنبصي جدا من النتيجة اللي انت هتشوفيها. هجيبي كده سفنجة او سبونشة عندك تشيلي الحتة مسلا وهي مغلبة هتشيلي الحتة اللي هي فيها د وهنستخدم بس السفنجة اللي فيها وهتقصيها بالشكل ده وبعدين هتحطي كده معلقة من الملح معلقة صغيرة من الملح ملح العادي خالص بتاع الاكل بتاعنا وكمان شوية صغيرين جدا من الفانيليا او كيز فانيليا على حسب اللي عندك وهتدخليهم كده كويس جدا في السفنجة او في السبونشة وتعالي بقى يا ست الكل هقولك تعملي ايه هتحطيها بباب التلاجة بالطريقة دي هتسحبلك الرطوبة اللي في التلاجة وكمان هتخلي ريحة التلاجة حلوة لو انت اللي ادراج عندك او قرف في التلاجة بتلاقي عليها مية كده لما تحطي السفنجة دي مستحيل هتلاقي مية تاني لان الملح والسفنجة هسحبولي كل الرطوبة اللي موجودة في التلاجة بجد الفكرة دي حلوة جدا وانا باعتمدها جربيها وهتعجبك حطي اللمونة على الخلاط وانتي بجد هتنبهر من النتيجة طي زي ما انتو شايفين طبعا الخلاط بتاعي متبادل ازاي بلمونة كده نص لمونة وشوية كمان من الملح ما تجيبش سلك خلص على الخلاط لانا اوقات بيتجرح كده وبيبقى شكله مش حال وهتجيبي بقى كده منديل او قماشة وتكون يعني مبلولة كده شوية تميز غيرين وهتمسحي بقى الخلاط زي ما انتو شايفة كده ولو في بقى زوايا في الخلاط بتعمليها بخلة الشيشتوق زي ما انتو شفتيها و ده شكله في الاخر والسلك بقى بتلمي كده علشان يبقى شكله حلوى على الرخامة بتمنى الفيديو يعجبك هاتي المساكة بتاعة الاكل دي وتعالي هنعمل فكرة حلوة جدا هتعجبك ان شاء الله هتوفر عليك مساحة كبيرة جدا هجيبي كده الازازة بتاعة الببس اللي هيكبيرة دي وهتاخدي الحطة الصغيرة اللي بتبقى موجودة فيها المدورة دي وهتحطيها في المساكة بتشكل ده زي ما انتو شايفة كده لما تيجي تحطيها في الدرج مش هتاخد منك مساح خالص فكرة حل ديها تعالوا يا بنات هقولكوا على فكرة حلوة جدا تفتح بها الكيس بنبقى بنشتري اخدور بنبقى بنشتري فكهة بنبقى في السوق كده وبيبقى موقف محرق جدا بنمسك الكيس عند اننا نقل فيه جي ساعة وما بنعرفش نفتحه طريقة دي سهلة جدا وبسيطة عشان تفتح الكيس بكل سهولة زي ما انتو شايفة كده بتمنى انها تعجبك